الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم السلام قصص وعبر يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص لما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق وقال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون هذه الآيات تشير إلى أهمية القصص وكيف أنها منهج قرآني رباني أصيل ليثبت به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعده لعلهم يتفكرون ويتأملون ويعتبرون في هذه القصص وذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم قصصا كثيرة عن الأنبياء بعضها مفصل وبعضها مختصر الذين سمي لنا منهم من الرسل خمسة وعشرين رسول جاء ذكرهم في بعض الآيات الكريمات ومنها قول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كلا من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين يقول تعالى في تبيان سبب هذا التفصيل الكثير لقصص الأنبياء في القرآن وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين إذن تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وفصل في الحق الذي اختلف فيه الناس فتبيان لكثير من الخلل التاريخي الذي ورثناه وورثه الناس فجاء القرآن ليصحح هذه الأخطاء التاريخية ويظهر الحق وأيضا موعظه وذكرى للمؤمنين وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ليسوا بمرتبة واحدة هم مراتب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك هذه القصص التي جاءت في كتاب الله عز وجل عبرة وعظة لمن كان له عقل يتفكر به يقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء هو هدى ورحمة لقوم يؤمنون الانبياء عليهم السلام مصابيح الهدى هم الأسوة والقدوة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده سر على هذا البنهج واتبع هذا السبيل أرسلهم الله تعالى تترى من بداية الخلق تتابع الرسل والأنبياء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الرسل زاد على ثلاثمائة وعدد الأنبياء زاد على مئة أو أربع وعشرين ألف حتى كان في بني إسرائيل كلما مات نبي قام نبي ما يخلوم من الأنبياء وكان أحيانا في الزمن الواحد في البلد الواحد ثلاثة أو أربع أنبياء أرسلهم الله تعالى لإنقاذ البشرية كلما واجهت البشرية انحرافا جاء الأنبياء والرسل عليهم السلام لينقذوا البشرية ويصححوا المسار وتحملوا الأذى في سبيل دعوتهم لله عز وجل بذلوا الجهد وصبروا ليوصلوا الرسالة كما أمرهم الله تعالى به فوجودهم حق وحاجة للبشر والله سبحانه وتعالى ما كان ليترك الناس دون نذير حتى ما يحتج عليه أحد يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ما يحتاج أحد دائما في كل أمة يأتي نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كل الأمم جاءها النذير حتى لا تقوم حجة على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هذه القصص تتميز بأنها قصص واقعية ليست خيالية ليست من نسج الخيال وإنما هي قصص حدثت في أرض الواقع وعاشتها البشرية في فترات حياتها المختلفة وتتميز بأنها قصص ذات عبرة ليست قصص للترف وتسلي وإنما مملوئة بالقصص التي تحمل المعاني والعبر من أجل أن نسير نحن الذين خلفناهم نسير على هذا النهج ونقتدي بهم ونمتنع عن الأخطاء التي وقعت بها أمم الرسل من قبلها وهذه القصص عندما نتأمل فيها سنجد أنها محور التاريخ محور التاريخ البشري يدور حول الأنبياء نعم كان للملوك وللقادة العسكريين أثر هائل في تحديد المسار التاريخ البشري لكن الأثر الذي تركه الرسل والأنبياء عليهم السلام في تحديد تاريخ البشر أعظم أثرا وأبلغ في صناعة التاريخ لن تستطيع أن تفهم التاريخ إذا لم تعرف قصة الأنبياء وإلى اليوم الصراع الذي يجري في الدنيا إنما هو صراع بين الحق والباطل صراع بين أتباع الأنبياء وأعداء الأنبياء عليهم السلام وأقول كذلك أنك لن تستطيع أن تفهم القرآن إلا إذا عرفت قصص الأنبياء كم آية وآية تتكلم عن الأنبياء وإذا لم تعرف القصة التي وراءها قد تخفى عليك الكثير من المعاني كم مرة ذكر آدم عليه السلام في القرآن وكم مرة ذكر نوح عليه السلام وكم مرة ذكرت لنا قصة بني إسرائيل مع موسى وفرعاون مع موسى أكثر من سبعين ليست آية سبعين موضع في كل موضع كذا آية وأحيانا عشرات الآيات كم سورة سميت بأسماء الأنبياء فالذي يجهل قصص الأنبياء فاته جزء كبير من القرآن ونحن كذلك نستعرض قصص الأنبياء حتى نتعلم منهج الدعوة لله عز وجل نحن نريد أن نكون دعاة لله عز وجل نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وحتى نستطيع أن نسير على المنهج الصحيح لابد لنا من أسوة وقدوة ومثال نقتدي به ونسير على نهجه وأعظم المثال هو النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأعظم المثال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل والأنبياء من بعده نعم لنا في الصالحين والصحابة الكرام قدوة ومثل لكنهم يأتون بعد الرسل والأنبياء ولذلك جاء في الحديث الصحيح والله ما وطئ الأرض يعني ما داس الأرض بعد الأنبياء خير من أبي بكر فمنزلة الصحابة الكرام مهما وصلت لا تصل إلى مرتبة الأنبياء عليه السلام وإنما يأتون بعد الأنبياء وقصص الأنبياء جاءتنا في القرآن الكريم وجاءتنا في السيرة النبوية الشريفة وجاءتنا في كتب التاريخ ومن أبرزها أبرز ما كتب في قصص الأنبياء هو كتاب قصص الأنبياء لابن كثير وجاءت كذلك في كتاب الطبري وابن الأثير والبداية والنهاية لابن كثير وغيرها من كتب الأقدمين والمحدثين وهذه هي المراجع التي أعتمد عليها في هذه السلسلة إلا أني أفعل شيئا وهو أني عندما أقرأ للعلماء وهم ينقلون عن غيرهم فأدقق فلا أنقل للإسرائيليات ولا أنقل عن الأحاديث الضعيفة وأعتمد على الأحاديث الصحيحة وعلى تفسير كبار المفسرين للآيات التي نزلت في القرآن وبالذات أعتمد على ابن عباس رضي الله عنه وعلى ابن كثير وابن جرير في تفسيرهما فهذه هي المراجع التي أعتمد عليها في هذه السلسلة نحن نقص عليك نبأهم بالحق كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا ونبدأ بالقصة من أولها نبدأ قبل الأنبياء وقبل الأرض وقبل السماوات نبدأ بالبداية الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيء هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بسيط وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء سبحانه يروي الإمام أحمد رحمه الله عن أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض فقال صلى الله عليه وسلم كان في عماء في فراغ لا شيء ظلام وفراغ ما فوقه هواء وما تحته هواء هواء عند العرب يعني فراغ فراغ ما في شيء ثم خلق عرشه على الماء فهذه بداية القلق وفي الحديث الآخر الذي يرويه الإمام أحمد كذلك وأبو داود والترمذي وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيام فهذا علم الله سبحانه وتعالى خطه القلم بما أمره الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم وهو رأي جمهور الفقهاء في هذه القضية أي الأمور خلق أولا عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كاتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء إذن العرش أولا على الماء ثم القلم فخط به الخط ثم جاءت السماوات والأرض فعندما يقال أول ما خلق الله القلم يعني أول ما خلق من مخلوقات هذا العالم وجاء هذا فيما يرويه البخاري عن عمران ابن حسين قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وفد من اليمن فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر يعني بداية الخلق فقال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض إذن البداية العرش على الماء ثم القلم كتب كل شيء وفي كلام العلماء أن بعد القلم اللوح المحفوظ مباشرة فكتب القلم على اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك جاء خلق القلائق وخلق السماوات والأرض وتفاصيل ذلك أما ترتيب هذه الأمور فجاءت فيها أقوال كثيرة للعلماء وذكرنا لكم الترتيب الذي هو رأي جمهور العلماء في هذه المسلمة أما ترتيب خلق المخلوقات التي في العالم عالم السماوات والأرض فجاء فيها أيضا حديث صحيح يرويه الإمام أحمد ويرويه كذلك الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يعني الأذى والجراثيم والأمراض المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث الدوار يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر خلق خلق آخر المخلوقات وهذا فيه أمر واضح في نظرية التطور وغيرها المسألة واضحة كيف تمت المسألة ما في تطور الأمور هكذا خلقت خلقا وآخر الخلق هو آدم أبو البشر آخر خلق خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل بين العصر والمغرب فهذا فيه دليل على أن آدم هو آخر ما خلق من هذه المخلوقات وفيه تفصيل على الأحاديث التي جاءت تبين لنا ترتيب خلق المخلوقات وخلق الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم قلق الملائكة عليهم السلام تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وجاء في الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم وجاء بعد خلق الملائكة خلق الجن وجاء في ذلك الآيات والأحاديث الكثيرة يقول الله سبحانه وتعالى وخلق الجان من مارج من نار المارج من نار طرف النار طرف اللهب ليس من أصل النار وإنما من أطراف لهب النار وقال تعالى على لسان إبليس خلقتني من نار وقال الله سبحانه وتعالى والجان خلقناه من قبله فدل على أنه قبل ذلك وفي الآية والجان خلقناه من قبله من نار السم فهذا أصل خلق الجن وإبليس لعنه الله من الجن وجاء هذا حتى لا يتردد أحد في هذه المسألة ولا يخطئ جاء هذا في الآية إلا إبليس كان من الجن ليس من الملائكة يقول الحسن البصري رحمه الله لم يكن إبليس من الملائكة طرفت عين أبدا ما كان من الملائكة من الجن وهو يقول خلقتني من نار بينما الملائكة من نور فتظافرت الأدلة على أن إبليس من الجن وما كان من الملائكة أبدا وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الجن قبل آدم بألفي عام ألفين سنة قبل آدم وسكنوا الأرض هذه الأرض التي نعرفها كان يسكنها الجن ففسقوا فيها وأفسدوا إفسادا عظيما وقتلوا بعضهم تقتيلا وسفكوا الدماء كانت الجن قبل آدم بألفي عام فسفكوا الدماء فبعث الله إليهم جندا من الملائكة لما كثر الفساد في الأرض ملعوا الأرض فسادا فالله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الملائكة فقاتلتهم الملائكة معركة عظيمة عدثت على الأرض قبل خلق آدم بين الملائكة والجن فبعث الله إليهم جندا من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور أخرجوهم من القارات وطردوهم إلى الجزر التي في المحيطات وهذا موطن الجن إلى اليوم أصل الجن براكز الجن الرئيسية في تلك الأماكن وجاءت الأحاديث الكثيرة تشير إلى أن إبليس لعنه الله له عرش هو ملك هو رئيس الجن وعرشه على الماء عرشه في مكان ما على الماء في الأرض على الماء فهذا كان قبل خلق آدم عليه السلام ونبدأ بقصة أول الأنبياء والمرسلين آدم عليه الصلاة والتسليم يقول الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله سبحانه وتعالى لماذا خلقنا لماذا خلق آدم أبونا عليه السلام لماذا خلقنا لنعبده وهو عز وجل غني عن عبادتنا نحن الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد لا يحتاجنا لكنه سبحانه له الأسماء الحسنة والصفات العلا فأحب عز وجل أن تظهر آثار أسمائه أن تظهر آثار رحمته وآثار قدرته وآثار حكمته وآثار جبروته فلذلك خلق الخلق ليرحم وخلق الخلق ليظهر علمه وحكمته وجبروته وقدرته لتظهر خلق الخلق وهو غني عن الخلق عز وجل وتبدأ القصة في خلق آدم قبل خلق آدم في حوار سماوي عظيم بين الرب سبحانه وتعالى والملائكة عليهم السلام وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة ينتج يترك وراءه خلائف خلف تلوى خلف وخليفة نائب أبو بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ناب عنه بعد وفاته ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى فالله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل خليفة يحكم الأرض ويعمر الأرض هو الذي خلقكم في الأرض واستعمركم فيها لتعمروها يريد هذه الأرض أن تعمر والجن أقل شأن من أن يعمروا الأرض وأقل عقلا من أن يعمروا الأرض يقول العلماء عن الجن أعقلهم بعقل صبي بعشر سنين ما عندهم القدرة والعقل على أن يبنوا الأرض أما الإنسان فالله سبحانه وتعالى قلقه في أحسن تقوي صوره سبحانه أحسن الصور ونفخ فيه من روحه فسألت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون كيف عرفت الملائكة أن الآدم وذريته سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ما قالوا هذا على وجه الاعتراض إلا حاشاهم ملائكة لا تعصي الله عز وجل عباد مكرمون لا يعصون ربهم ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإنما قالوها على وجه الاستفسار يسألون بعدما رأوا من صنع الجن في الأرض الله سبحانه وتعالى خلق الجن وأعطاهم التخير ففسدوا وفسقوا في الأرض والآن سيخلق خلق آخر في الأرض لعله سيفسد كما أفسده الجن هتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما فعل الجن يعني هذا معنى الآية كما فعل الجن فمستغربين وخشوا أن يكونوا قصروا في عبادة الله عز وجل فأرادوا أن يسألوا هل نحن قصرنا حتى تخلق خلقا غيرنا ولذلك جاء في كلامهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نحن هل قصرنا في تسبيحنا أو تقديسنا حتى تخلق خلقا غيرنا إذن السؤال من جانبين هل ستخلق خلقا يفسدون في الأرض كما فعل الجن وهل نحن قصرنا حتى تخلق خلقا غيرنا فهذا معنى الآية فالله سبحانه وتعالى رد عليهم قال إني أعلم ما لا تعلم هنا حدث الملائكة بينهم فقالوا ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلمه يعني لن يخلق خلقا هم يرون الخلائق سماوات والأرض والجبال والمخلوقات والرياح والجن والدواب يرعوا كل شيء ويعلمون أنهم هم الوحيدون الذين يسبحون الله تعالى لا يفترون ويفعلون ما يؤمرون ويتحملون التكاليف من الله سبحانه وتعالى وينفذون أمره في السماوات والأرض وهم أكرم الخلق عند الله عز وجل فقالوا لن يخلق الله تعالى خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم هم أعلموا الخلائق وأكرموا الخلائق عند الله سبحانه وتعالى ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم أمر بتربة من الأرض فرفعت إلى الله عز وجل في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض وجاءت أحاديث أخرى تقول أنه رفعت إلى الله عز وجل قبضت قبضتها الملائكة ورفعت إلى الله سبحانه وتعالى إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بن آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن السهل يعني لطباعة رقيقة والحزن الصعب لطباعة جافة وشديدة وبين ذلك فاختلاف البشر في أشكالهم وألوانهم وطبائعهم هو من أصل اختلاف الأرض بألوانها وطبائعها وخلقتهم وهذا الخلق بدأ بهذا التراب ثم بل التراب فجعل طينا ولذلك جاءت الآيات أنه من تراب وجاءت الآيات أنه من طين في البداية تراب جاء بقبض التراب وبلت تراب فجعل طينا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين طين تراب مبلل ثم بلت الطين أكثر فبدأ التراب هذا الطين بدأ يتلاصق من طين لازب طين لازب متلاصق يلصق بعضه ببعض ثم شكله الله سبحانه وتعالى بيديه الكريمتين عز وجل وجاء هذا في الآية لما خلقت بيدي فالله سبحانه وتعالى ما وكل خلقه إلى الملائكة وإنما قلقه وصوره بنفسه عز وجل بيديه فشكله في صورة تمثال إنسان تمثال وترك هذا الطين مدة حتى جف فصار صلصال أسود مصور كالفخار فخار الذي تصنع منه الجرار صار منه الحب فهذا أصله تراب طين ثم جف فكان طينا ثم صار طينا لازبا ثم صار جسما مصورا تمثالا ثم ترك حتى صار طلصال وسود لونه مع جفافه سود لونه فصار كالحمأ الحمأ سواد فيه سواد مسنون كأن فيه آثار الرماد سنون إحنا نسميه آثار الرماد الأسود يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا لإنسان من صلصال من حمأ مسنون إذن لا تناقض بالآيات آية تقول تراب آية تقول طين آية تقول طين لازب آية تقول صلصال آية تقول حمأ مسنون كلها صحيح لأنها تسلسل صنعه بهذه الطريقة يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ويقول عز من قائل ولقد خلقنا لإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السمون وجاءت الآيات تشير إلى هذا أسجد لمن خلقت طين وفي الآية أخرى من صلصال كالفخار الفخار هو الصلصال الذي جف وصار كالفخار الذي تصنع منه الجرار وكان هذا في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة وهذه من أيام الله عز وجل ليست من أيامنا من أيام الله عز وجل التي حساباتها تختلف عن حساباتنا أما شكله هذا التمثال شكله لما خلق فجاءت الأحاديث يرويها البخاري والإمام أحمد خلق الله آدم وطوله ستون ذراع ستين متر ستين متر طوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما زال الخلق ينقص منذ ذاك منذ ذلك الزمان والبشر قامتهم تقصر كل ما جاء جيل يكون أقصر من الجيل اللي وراءه فأول الخلق وأطول الخلق هو آدم عليه السلام ستون ذراعا في السماء وأهل الجنة أهل الجنة كلهم بطول آدم يدخلون الجنة بهذا الطول وجاء في حديث يرويه الإمام أحمد وتفرد به أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف طول آدم بأنه ستون ذراعا وعرضه سبعة أدرع سبعة أدرع سبع متار إذن مخلوق رخم سبير أملاق ستين متر في سبع أمتار وجاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما أنه لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم شكله ما نفخ فيه الروح تركه تركه مدة قائم هكذا في الحديث لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه فجعل إبليس يطيف به بدأ إبليس يدور عليه حجب ما هذا فلما رآه أجوف شاف أنه مفتوح من داخل خلق الله سبحانه وتعالى خلق حتى بشكله من داخل لما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك وفي هذا إشارة إلى أن الجن ليس فيهم جوف كالإنس وإنما الإنس هم الذين فيهم من داخلهم مجور وعرف أنه خلق لا يتمالك يعني ليس به قوة فارغ من الداخل ثم إن الله سبحانه وتعالى لما خلقه بهذه الصورة فصلت لنا الأحاديث ما فعل معه إبليس جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه الطبري يقول ابن عباس أمر الله تعالى بتربة آدم فرفعت فخلق آدم من طين لازب من حمأ مسنون وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب فخلق منه آدم بيده فمكث أربعين ليلة جسدا ملقى ما فيه روح فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل لما يضرب الجر ولا الفخار طلع صوت صوت صلصال فيصلصل فيصوت فهو قول الله تعالى من صلصال كالفخار ومرت الملائكة بآدم قبل دبيب الروح فيه وهو ملقى صلصالا ففزعوا منه لما رأوه وكان أشد من فزع إبليس فكان يمر به يمر على آدم فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار فتكون له صلصلة فيقول إبليس أمر ما خلقت ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره يدخل من داخل ويطلع فقال الملائكة لا ترهبوا من هذا لئن سلت عليه لأهلكن ولئن سلط عليه لأعصين تحجب لماذا خلق ومن أولها وقعت العداوة عنده ضد آدم عليه السلام ثم نفخ الله تعالى الروح في آدم جاءت في ذلك الآيات الكريمان فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين نفخ الله تعالى في آدم من روحه عز وجل وفي الآية الأخرى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كم فيكون فخلقه من تراب خلقه بيده ونفخ فيه الروح وجاء وجاء في الحديث عن تفصيل نفخ الروح في آدم عليه السلام لما نفخ فيه الروح ودخل الروح في رأسه وصلت الروح في البداية في رأسه فعطس عليه السلام فقالت الملائكة قل الحمد لله فقال الحمد لله فقال الله عز وجل رحمك ربك فمن أول شيء قبل أن يكتمل الروح فيه نزلت عليه الرحمة من الله سبحانه وتعالى فلما دخل الروح في عينيه ونظر إلى ثمار الجنة بدأ يتأمل في الثمار فلما وصلت الروح إلى جوفه اجتهد الطعام قبل ما تصل الروح إلى رجليه اجتهد الطعام فوثب يريد أن يأخذ الطعام رجلة بعدها ما بث فيها الروح قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة فذلك فول الله تعالى خلق الإنسان من عجل دعم المستعجل ابن هذا قبل ما تنفخ فيه الروح برجله يريد يقفز إلى الثمار فلما خلقه الله سبحانه وتعالى مسح الرب عز وجل على ظهره فخرج من ظهره ذريته إلى يوم القيام كل ذرية آدم خرجوا جاء هذا في أحاديث صحاح وفي آيات كريمة عن مسلم ابن يسار أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريتهم لما أخرجهم الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم فخرجت منه دريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآيات فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه واستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل إذا كان الأمر مقضي من ذلك الزمان لماذا نعمل ونتعب فقال إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخله النار كل ميسر لما خلق له في النهاية الأنسان مختار وكل ميسر لما خلق له وهذا من معاني القدر العميقة لما لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وبث فيه الروح آمر الملائكة وكان إبليس من الجن الصالحين لم يعص الله فرفعه الله سبحانه وتعالى وجعله مع الملائكة وما كان من الملائكة أبدا لكنه كان في السماء إكراما له لطاعته ما عص الله قد أبدا لم يعص الله فرفعه الله تعالى في منزلة الملائكة ولم يكن من الملائكة وأمر الملائكة بالسجود هم وأيضا أمر معهم إبليس فالأمر لم يكن فقط للملائكة وإنما أيضا كان لإبليس كما جاءت الآيات الصريحة أن إبليس جاه أمر محدد بالسجود يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك إذن في أمر مع الملائكة جاء لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك فالأمر أيضا جاء لإبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاحبط منها بدأ الحوار الآن بين الله سبحانه وتعالى وبين إبليس لما عصى وغوى واستكبر فالله سبحانه وتعالى عاقبه بأن أخرجه من الجنة قال فاحبط منها يعني من الجنة فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين من الأذلاء كيف تتكبر على أمر الله قال تبليس أنظرني يعني أخرني أجلني إلى يوم يبعثون يعني أعطني مهلة إلى يوم القيامة أعطني من طول العمر أن أبقى إلى يوم القيامة لا أموت قال إنك من المنظرين أعطاه سبحانه وتعالى الإذن في طول العمر أن يبقى إلى يوم القيامة فلما أطمأن إلى ذلك قال فبما أغويتني يعني بهذا الإبتلاء الذي ابتليتني به وضللت به لأقعدن لهم صراطك المستقيم سأجلس لبني آدم في كل طريق مستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم تاكرين رد عليه الرب عز وجل قال اخرج منها مذؤوما مدحورا دليل مهزوم لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين كل من يتبعك من بني آدم سيستحق النار وجاء تفصيل ذلك في آيات أخرى منها قول الله سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال تعالى ولقد خلقنا لإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما ملعك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني أخرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ما يستطيع على المؤمنين عرف الله سبحانه تعالى ألهمه أنه لن يستطيع على المؤمنين فقال الرب عز وجل هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين وقال تعالى يصف هذا المشهد وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي هذا آدم الذي فضلته علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لو تعطيني مهلة إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا أضل كل ذرية آدم إلا القليل منهم فقال له الله عز وجل قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم استفزز من استطعت بصوتك مثل واحد ينادي شون ينادي بالصوت ويستفز الناس يلا يا جماعة بالصوت هذا الاستفزاز بالصوت يعني نادي جماعتك عليهم وأجلب عليهم بخيلك وراجلك يعني هاجمهم بالجيوش على الخيول والجيوش التي تمشي يعني استعمل معهم كل أسلحتك هذا معنى الآيات كل ما عندك من أسلحة استعملها وشاركهم في الأموال والأولاد ولذلك من السنة الإنسان عندما يأتي أهله يذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا يشاركه الجن ومن السنة أن يذكر الله عند الطعام حتى ما يشاركه في الطعام وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم زين لهم منيهم أعطيهم الأمان وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إذن آيات كثيرة توضح المعصية الأولى لله عز وجل أول من أصى الله سبحانه وتعالى إبليس بهذه الصورة المعصية المباشرة لله عز وجل يرد على الله عز وجل مباشرة فسماه الله سبحانه وتعالى من الكافرين الكافر هو الذي يجحد النعمة الله سبحانه وتعالى نعم عليه ورفع في السماء وهو يجحد النعمة فقال عن ذلك في الآيات الكريمات إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس استكبر أول المعاصي التكبر ولذلك قال العلماء كل المعاصي أصلها الكبر الغرور أصل المعاصي ولذلك جاءت الأحاديث في الإنذار الشديد على قضية التكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وجاءت الأحاديث في النهي عن إسبال الثوب تكبرا لا ينظر الله إلى من جر ثوبه قويا لا اللي يتفاخر بثوب يتفاخر ببيت يتفاخر يتكبر على الناس أنا من قبيلة كذا يتفاخر هذا أصل المعاصي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة الكرام واحد ينادي يا للأنصار والآخر ينادي يا للمهاجرين قال دعوها فإنها منتنة فالعصبية والقبلية والتفاخر على الناس أصل المعاصي فلا تتكبر على موظف أو على خادم أو على مسكين لا تتكبر أول ما عصي الله سبحانه وتعالى بالتكبر هكذا خلق آدم وهكذا كانت بدايته وخلق عالما ما كان جاهل كما الآن درسونا أن الإنسان كان جاهل ثم بدأ يتجول في الأرض ويتعلم كذا وبدأ يتعلم اللغة وبدأ يتعلم كيف يستعمل النار هذا كلام فاضي هذا خلق في التاريخ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان عالما أعلم من الملائكة جاء ذلك في آيات كريمات وأحاديث كريمة تبين بداية آدم وعلم آدم لما وقف آدم لما نفق فيه الروح وصلت الروح إلى رجلة وقف قال الله الله تعالى ائتي أولئك النفر من الملائكة فقل السلام عليكم وكانت اللغة التي يستعملها آدم هي اللغة العربية لغة الملائكة ولغة أهل الجنة اللغة العربية فذهب إليهم وقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله فقال له الله عز وجل هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم وعلم آدم الأسماء كلها من أول يوم من أول خلقة علمه كل الأسماء تحدث المفسرون في هذه القضية ما هي الأسماء التي علمها الله تعالى لآدم والرأي الراجح فيها وهو رأي ابن عباس أنه علمه اسم كل شيء كل شيء هذه دابة هذا بحر هذا طير هكذا هذا المثال يذكره ابن عباس هذه دابة هذا بحر هذا طير هذا شجرة هذا جبل كل شيء السماوات والأرض كل شيء يعرف اسمها أي علم هذا في إنسان اليوم يعرف اسم كل شيء ما تأتيك بعض المخلوقات ما تعرف يش اسمها آدم يعرف اسم كل شيء وعلمه الله سبحانه وتعالى صنعة كل شيء صناعة الأولى صنعة النار وصنعة الحديد وصنعة الخشب صناعة كل شيء بدايات عرف كل شيء علم عظيم فالله سبحانه وتعالى رفعه ليس بقط بالشكل والخلق وإنما أيضا بالعقل والحلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة بدا الله سبحانه وتعالى يعرض المخلوقات على الملائك فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صادقين يعني إيش علاقة صادقين في الموضوع تذكرون لما خلق الله آدم ماذا قالت الملائكة قالوا ليخلق الله تعالى ما يشاء فالله لن يخلق خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم فبين لهم أن آدم أكرم منهم وأعلم أكرم منهم لما أمرهم بالسجود له هذا سجود تكريم وليس سجود عبادة وسجود التكريم كان جائزا ثم صار حراما كان جائزا ولذلك يعقوب عليه السلام وزوجته وأبنائه سجدوا ليوسف وخروا له سجدا سجود تكريم سجود التكريم كان جائزا أما في شرعنا فهو حرام فبلائكة سجدت سجود تكريم لآدم إذن من أكرم آدم والآن الله سبحانه وتعالى يريد أن يويل لهم أن آدم أيضا ليس فقط أكرم منهم وإنما أعلم منهم فإذا كنتم صادقين في قولكم فليخلق الله ما يشاء فلن يخلق خلقا إلا كنا أكرم منه وأعلم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فبدأ آدم يسمي كل شيء كل شيء يعرض عليه كل شيء فما يخطئ فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ماذا كانوا يكتمون يكتمون قولتهم والله لن يخلق الله خلقا إلا كنا أكرم منه وأعلم هذا الكلام الذي كانوا يكتمون فالله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام الذي يكتمون الآن بيّنت لكم فهذا سر التعليق بهذه الصورة لاحظوا عندما نقرأ في القصص ونقرأ في السيار نبدأ نفهم القرآن ما تفهم القرآن إلا إذا فهمت أسباب نزوله وهذه المعاني تجلت في هذه الآيات ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق حوى ما خلقت فورا عاش آدم فترة في الجنة لكنه عاش وحيدا فاستوحش كما جاء في الأحاديث فأصابه الضجر في أحد الأيام بينما هو نائم أخذ الله سبحانه وتعالى ضلعا من أضلاعه من جهة اليسار فشكل منه حوى وكسى هذا العظم لحما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فآدم خلقت منه حوى إذن ما خلقت خلق منفصل خلقت من آدم فلما أفاق آدم عليه السلام وجد امرأة قاعدة عنده فسألها من أنت قالت امرأة قال لما خلقتي قالت لتسكن إلي سكن أنس خلقها الله سبحانه وتعالى لأجل ذلك فالملائكة شاهدوا هذه المرأة تحدث آدم فسألوه لآن مخلوق جديد ماكو مثله مخلوقات اللي معروفة سماها هذا المخلوق الجديد أرادوا يختبروه قالوا ما اسمها إذا تعرف اسمها كل شيء هذا يش يسمها فقال حواء علمه الله سبحانه وتعالى اسمها قالوا لما سميت حواء قال لأنها خلقت من شيء حي خلقت من آدم وهو حي فسميت حواء وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو فليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج يعني في طبائع النساء عوجات في أحيانا عواطف تحكمهم ليس العقل يحكمهم أحيانا تحكمهم العواطف فإذا تصر عليها ستكسرها وإذا تركتها ستبقى فيها هذه العاطفة التي يجب أن تتحملها ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال استوصوا بالنساء خيرا لا تجبروها على غير طبيعتها فخذها بالرفق والليل وجاء في الأحاديث الصحيحة في قصة سارة عليها السلام زوجة إبراهيم أنها كانت أجمل نساء العالمين سارة أجمل امرأة في الدنيا بعد حواء ففي هذا الحديث إشارة إلى أن حواء كانت أجمل امرأة خلقت منذ الخلق إلى قيام القيامة أجمل ما خلق من النساء حواء عليها السلام ثم إن إبليس بدأ يوسوس هذه الوسوسة تمت في الجنة ليست في الأرض بعدما سكن آدم وزوجته الجنة بأمر الله حز وجل يقول الله سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما جنة أرضها السماوات والأرض كلها متاحة لكما ما في شيء ممنوع إلا شجرة واحدة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ويا آدم في الآية الأخرى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما الرغد يعني الحياة المترفة حياة ما فيها عناء ما فيها تعب رغد ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك إذن التنبيه أن إبليس عدو من البداية من أولها قبل الوسوسة قبل ما هي وسوسة قال لا انتبه هذا عدو إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إذن اللي قاعد يقولون قصة التاريخ إن الإنسان كان عاري وبعدين بدأ يتعلم الملابس ما هو صحيح الله سبحانه وتعالى أنزل عليه اللباس في الجنة وأنزل عليه اللباس في الأرض أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير فمن أول خلق آدم ما كان عاريا وما كان يعرف العري لا هو ولا زوجته ما كانوا يعرفون العري كانوا مكسيين من أول يوم من أول الخلق إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ما تشعر بالعطش ولا حتى بمقدمات العطش نعيم كامل شبع وملابس وترف ورغد حيات كريمة في منتهى الجمال ليس فيها عناء وليس فيها شقاء فعندها بدأت الوسوسة وجاءت الوسوسة في آيات كريمات يقول الله سبحانه وتعالى ويا آدم اسكننت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أذن الله سبحانه وتعالى لإبليس أن يدخل الجنة ليوسوس ماذا له بسكن الجنة ما كان يسكن الجنة طرد من الجنة لكن أذن له أن يدخل لأجل الوسوسة فقط فوسوس لهم الشيطان هذه الوسوسة تمت بأن يطمعهما يطمعهم بيش يطمعهم بأن هذه الشجرة هي شجرة الخل وشجرة الملك فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما العورة عوراتهم مغطات متوارية يلبسون الثياب لما أكلوا من الشجرة سقطت الملابس فصاروا عورات فالشيطان أراد أن يعريهم وأراد أن يجعلهم يعصون الله عز وجل فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين لو أكلت من الشجرة ما رح تصير بشر رح تصير ملائكة وستكونون خالدين فطمعهم بهذه الأمور وقاسمهما يعني بدأ يحلف الأيمان بالله عز وجل إني لكما لمن الناصحين بدأت الأيمان المغلضة على هذه المسألة فدلّهما بغرور ضحك عليهم جرهم إلى شيء ما كانوا يحتاجونه عايش في الجنة أصلا أنت موجود في الجنة ماذا تريد وخالد في الجنة ماذا تريد؟ لكن سبحانه الأنسان يبقى في عقله شيء من نقص فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآثهما سقطت الثياب وظهر عاريين استحى آدم واستحت حواء وهذا في أصل خلقة الإنسان الحياء التعري دأباه فطرة الإنسان منذ آدم عليه السلام ما يحبون التعري فلما تعرّوا استحوا ما عندهم ثياب زالت الثياب اختفت الثياب فطفق يخصفان عليهم من ورق الجنة بدأوا يقطعون الأشجار ورق الجنة ويحطون على جسمهم حتى لا يظهرون عاريين وفر آدم بدأ يجري فهنا ناداه الله عز وجل جاء في الحديث لما فر آدم أن الله سبحانه وتعالى ناداه يا آدم أتثر مني تثر من الله وين راح تروح فقال لا يا رب كان مؤمن ومتيقم من قدرة الله عز وجل ما فررت منك ولكن استحياء استحي أن تراني بهذا الحال عاري وعاصي وذلك في فطرة الإنسان هذه الأمور أول من أكل من الشجرة حواء وهي التي طمعت آدم بالأكل منها جاء هذا في الحديث الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا حواء لم تخن أنثى زوجها هي التي جعلته يعصي لو لا حواء ما قان آدم ما سقط في المعصية آدم فناداهما الله عز وجل نادى آدم ونادا حواء جاء ذلك في الآيات وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ماذا كان موقف آدم وحواء هل أصر على المعصية كما أصر إبليس إبليس لما رفض أن يسجد وعاتبه الله عز وجل أصر قال لما أكن لأخلق لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون أصر على المعصية أما آدم وحواء لما ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا ترفوا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لكن الله سبحانه وتعالى غضب شجرة واحدة شبار بسيط جدا وتسقطوا فيه فجاء الأمر العظيم قال اهبطوا منها اهبطوا من الجنة اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وجاءت آيات أخرى تفصل ذلك في قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل أعطيناه عهد أمر محدد ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي نسى الأمر ولم نجد له عزم العزم هو عدم أخذ الرخص يعني أخذ النفس بالشدة والقوة ما كان من أهل العزم ليس من أهل العزم من الرسل وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم ألا دلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه الله سبحانه وتعالى تاب عليه لما اعترف بذنبه ودع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تاب عليه لكن أخرجه من الجنة عاقبه وتاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وحدا قال اهبطا بعد ما تاب عليه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعقب ونزل آدم إلى الأرض وتلقى من ربه كلمات الله سبحانه وتعالى علمه كلمات يقولها فتاب عليه هذه الكلمات قال المفسرون قول الله سبحانه وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فهذا دعاء العاصي من عصى الله سبحانه وتعالى يدعو بهذا الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ونزل آدم إلى الأرض ونزلت معه حواء وأنزل معهم إبليس أين نزل؟ طلف الرواة لكن الرأي الراجح ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال أهبط آدم بالهن نزل في الهن ونزلت حواء بجدة دينة جدة المعروفة فجاء في طلبها بدأ يبحث عنها في الأرض حتى اجتمع وتعارف بعرفات فبذلك سمي عرفات تعارف به آدم وحوفات ثم بث الله سبحانه وتعالى البشر وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يروي الطبري أن حواء ولدت لآدم أربعين ولدا في عشرين بطن عشرين مرة ولدت كل مرة لدتوأم في كل واحد ذكر وأنثى أولهم قابيل وأخته قليمة وآخرهم عبد المغيث وأخته أم المغيث وبدأ البشر يكثرون ويتناسلون وكان نبيهم آدم هو كان الذي يعلمهم الدين وكانوا كلهم وحدين كان الناس أمة واحدة على التوحيد كل الناس كلهم موحدين ما فيهم مشريين يقول ابن حبان في صحيحه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان أول الرسل قال آدم فقال أبو ذر نبي مرسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهو ليس فقط نبي وإنما أيضا رسول نبي مرسل خلقه الله بيده ثم نفق فيه من روحه ثم كلمه قبلا الله سبحانه وتعالى كلم آدم بدون ترجمان بدون وحي بدون واسطة بدون جبريل كلام مباشر كان لآدم ويروي ابن جرير وابن كثير وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى حين أحبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعت كل شيء إذن نزل عالما ونزل مكسيا ونزل يعرف طرق الصناعة صناعة رئيسية بداياتها صناعة الحديد وصناعة النار وصناعة الخشب وصناعة المنسوجات وغيرها كانوا يعرفونها من أول خلق على عكس الذي يعلم الناس اليوم إن بعدين تعلم الناس هذه الأشياء كلا طيب كيف نجد بعض القبائل الأفريقية هكذا التي تعيش حياتها مجية يقول العلماء هؤلاء ضلوا من أصل الأرض هؤلاء قوم ضلوا من أصل الأرض وضاعوا وعاشوا حياة بداية لكن الحضارة بدأت مع الإنسان من أول لحظة وعاش آدم وحواء في الأرض وبث الله سبحانه وتعالى منهما رجالا كثيرا ونساءا في إحدى الروايات أن عاد ما عاش ألف عام وهذا في أرجح الروايات عاش ألف سنة ورأى من ذريته ومن أحفاده وأحفاد أحفاده أعداد هائلة في الإسرائيليات أنها وصلت أربعمائة ألف فالقصد بغض النظر عن الإسرائيليات النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الإسرائيليات لا تكذبوها ولا تصدقوها لكن بالتأكيد أنه بث البشر هذا موجود في القرآن وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا من آدم وحواء انتشر البشر أعداد كبيرة من البشر ومن أوائل أبناء آدم وفي رواية أنه أول أولاد آدم قابل وذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة قابل مع أخيه هابيل في كتابه الكريم والقصة أن قابل كان في طبعه خشونة وشدة وأما هابيل فكان فيه ليونة ورقة وكان قابل يعمل بالزراعة أما هابيل فكان يعمل برعي الغنم وهذه المسألة تحتاج رحمة وعاطفة يحتاج رحم الحيوان ما يراه جائع فيتركه أو يراه عطشان فينساه أو يراه ضعيف فيثقل عليه فيها مسألة الرقة وكانت البشرية محتاجة إلى قانون مختلف لكي تتناسل اليوم عندنا محرم الزواج من الأخت أما في ذلك الوقت فكلهم أخوة كلهم أخوة لآدم كلهم أبناء آدم فقابل كانت شريعتهم في تلك الفترة أن قابل يتزوج أي أخت من أخواته إلا التوأم التي ولد معها وكذلك هابيل يتزوج أي أخت من أخواته إلا التوأم وكانت أخت هابيل مقربة إليه لكنها كانت أقل جمالا من أخت قابل هكذا في روايات كثيرة فما أحب قابل أن يزوج أخته الجميلة لأخيه كان يريد هو أن يتزوجها لكن هذا محرم حرمه آدم عليهم وكان آدم نبيا رسولا والرسول هو الذي له شرع له قوانين أما النبي فليس له شرع نعم يوحى إليه ويأتيه الملك وتكون لهم معجزات لكن ليس له شرع وإنما يتبع شرع رسول من الرسل فآدم عليه السلام كان رسولا كان له شرع ومن شرعه أن لا يتزوج الأخ أخته التوأم فقابل غضب من هذا الشرع ما عجبه ثم أن آدم أيضا شرع لهم تقديم القرابين والقربان هو هدية تهدى لله سبحانه وتعالى كما عندنا اليوم الهدي الهدي ما هو؟ هو هدية نهديها لله سبحانه وتعالى نذبحها لكن نوزعها للفقراء لكن أصلها النية أنها لله سبحانه وتعالى فهذا الذي يسمى القربان فكان لهم شرع القرابين وكانت عندهم علامة في قبول القربان أنه تأكله النار إذا مقبول تأتي صاعقة أو تأتي نار فتأكل هذا القربان فمعناها أن الله سبحانه وتعالى قبله والذي لا تأكله النار غير مقبول فجاءوا في يوم تقديم القرابين فقدم هابيل أفضل المواشي عنده اختار أفضل شيء فقدمه قربانا لله سبحانه وتعالى أما قابيل فجاء بزرع نتن يعني ما هو صالح للأكل فقدمه قربانا فلما جاءوا في اليوم التالي وجدوا أن قربان هابيل قد قبل وقربان قابيل كما هو لم تمسه النار فزاد حنق قابيل على هابيل زاد غضبه هو أصلا لا يريد أن يتزوج أخته والآن جاءت قضية القرابين ووسوس له الشيطان فقال له اقتل أخاه فعزم على ذلك وما كان القتل عندهم معروفا أول جريمة تحدث في التاريخ فذهب وأخبر أخاه قال أنا سأقتلك رد عليه هابيل قال إذا تقتلني أنا لن أدافع لن أبسط يدي ولن أقتلك وستكون مع آثامك التي تفعلها ستزداد إثما بقتلك لي فتبوء بإثمي وتضيفه إلى الآثام التي عندك وفعلا في ليلة سوداء بينما كان هابيل نائما جاء قابيل بصخرة فهشم بها رأس أخيه فقتله أول جريمة في التاريخ جريمة قابيل في قتله لأخيه هابيل واحتار ماذا يفعل بأخيه عن قتله ما أول مرة واحد يموت عندهم ما في أحد مات قبل هابيل فما يعرفون ماذا يفعلون بالموتة فرأى أخاه ميتا واحتار ماذا يفعل ثم حمل جثة هابيل على رهره وبدأ يمشي فيه ومعارف اشي تسوي بينما هو كذلك إذ أنزل الله سبحانه وتعالى غرابين فقاتل الغرابين فقتل أحدهم الآخر ومات الغراب أمام نظر قابيل ثم إن الغراب الحي بدأ يحفر في التراب ودفع بجثة الغراب الميت ثم حثى عليه التراب فتعلم قابيل من الغراب كيف يدفن أخاه فحفر في الأرض ووضع قابيل في التراب وغطى عليه التراب أصبح نادما كيف فعل ذلك لكنه ما استغفر فندم وما استغفر والتوبة النصوح لا يكفي فيها الندم ما يكفي أن الإنسان يتألم أنه فعل شيء غلط لا بد أن يستغفر لا بد أن يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى في هذه القصة ذكر لنا الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم ما حدث بين قابيل وهذه قال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم الحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يعني بالإضافة إلى آثامك تضيف لها إثم قتلي فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادم وأيضا